اهلا بكم مشاهدين الكرام في صدى اقلام جديد نرصد فيه ابرز ما كتبت الاقلام في الصحف المحلية والعربية والدولية ونبدأ بعد الفاصل البداية من موقع التراعراق مع الكاتب زيو وليد ونقرأ مقالا له بعنوان المقاطعة بالارقام واحتيال النظام جردة حساب الانتخابات مجالس المحافظات الانتخابات وارقامها شرط الدقة هي حزمة استفتاءات شعبية شاملة عن مسارات المجتمع وتحولاته وتحركاته تغني عن الكثير من الحشو والشعارات والان كما يفعل في جردة الحساب التي تكشف عمليات الاختلاس والسرقة شخصنا هذا التلاعب بالارقام عبر تغيير القاعدة المشاري اليها اعلاه لانه تحايل بنية عليه التهاني والتفاخر والاشادة من مسؤولين والسياسيين فضلا عن السفيرة الامريكية لدى بغداد وقد تبنى على هذا الاحتيال خطابات عن إنجازات تسوق كحقائق خصوصا مع اختفاء المعارضة السياسية والإعلامية عن الساحة تقريبا ويقول الكاتب لم تفلح التعيينات وركائز والضخل الإعلامي في إصلاح العلاقة بين أغلبية المجتمع والنظام السياسي هل علينا أن نفرح ونعد المقاطعة انتصارا حاسما يؤسفني القول وإن الطبق التي تدير السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ستحكم رغما عن الأغلبية وبمباركة دولية فاستخدام السلاح والترهيب والترغيب والمواقف القانونية لم يمنع الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي وبعثة الأمم المتحدة من دعم حكومة القوى الخاسرة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة بل الإفراط في دعم مواقفها أضحت الديمقراطية في العراق حكم الأقلية وأضحى من يحق لهم الانتخاب هم من حدث بطاقته البيومترية مع إقصاء قرابة عشرة ملايين مواطن من حسابات الناخبين المفترضين قبل الانتخابات الذي لم يحدث بطاقته الانتخابية ليس مواطنا يمكن احتسابه ضمن المحتجين المقاطعين في الدولة الديمقراطية العظيمة وأضحى من يحسم الحكم في العراق تلك القلة التي حدثت أولا وشاركت ثانيا وانتصرت لمرشحيها ثالثا والنقطة الثالثة ليست حاسمة أيضا طالما وجدت الصواريخ والمسيرات والتأثيرات الأخرى التي خبرناها والحق إن الوصول أو البقاء في الحكم بالنسبة للأحزاب الرئيسة أهم من الديمقراطية والفوز في الانتخابات بالنسبة لهم أهم من نسبة المشاركة والمقاطعة والقلق الذي أظهرته شخصيات سياسية من المقاطعة مؤقرا سببه الخوف على مزاحمة المكونات الأخرى في المناطق المختلطة الآن نقرأ وإياكم مقالا آخر للكاتب نهاد الحديثي بعنوان ملياردير وفقراء وتلاشي الطبقة المتوسطة في العراق يقول الكاتب في البلدان المتطورة أمريكا وأوروبا مثلا يقوم أصحاب المليارات بدفع الضرائب لبلدانهم وهي ضريبة استثنائية توفر إرادات عالمية كبرى أما في العراق أشار الخبير الاقتصادي نبيل المرسوم إلى وجود أكثر من 16 ألف ملياردير و35 مليونير فيما بيّن أن عددهم يعادل 9 دول مجتمعة وقال المرسوم في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي إن ثلثة الشباب العراقي يعاني من البطالة وإن عدد المليارديرات في العراق يعادل عدد الدول التالية مجتمعة ويقصد بالدول الإمارات والكويت ولبنان لا تستغربوا وكذلك يقصد المجر ورومانيا والبرتغال وهولندا والداني مارك ونيجيريا ووفقا لمراكز الأبحاث يوجد في العراق 36 ملياردير ثروة كل منهم أكثر من مليار دولار 16 ألف مليونير ثروة كل منهم أكثر من مليون دولار إلما أن مستوى الفقر في العراق بالدرجة 20 أو 20 درجة في تسلسل درجات الفقر الدولية وفق منظمة الأمم المتحدة إلى المزيد ظاهرة الفقر والتفاوت الطبقي في المجتمع العراقي تلعب دورا خطرا لانعكاساتها السلبية على الحياة العامة وعلى أفراد المجتمع الذي بدى عليه التمايز الطبقي واضحا بتميز فئة بمختلف الخدمات التنموية والمعاشية والصحية على حساب الفئات الفقيرة والمحرومة حتى وإن حصلت هذه الطبقات على بعض الخدمات لم تحصل عليها بالشكل الطبيعي المطلوب وتبقى منقوصة لا تحقق احتياجاتها توسعت هوة التفاوت الطبقي والكل يدرك مخاطرها وعواقبها الوقيمة على المجتمع لأن الفقر والتفاوت الطبقي الأكثر خطورة من بين كل المخاطر التي تحيط بالمجتمع وما نواجهه في مجتمعنا من فقر وتفاوت طبقي جاء نتيجة حتمية لما نعيشه من فوضى سياسية وفساد إداري ومالي وتجاوزات على المال العام تمر بدون رادع حقيقي بعد أن زادت الفقراء فقرا وجعلت العراق يتصدر قوائم الفساد في العالم عن صحة الناس ومصالح المتنفذين تقول صحيفة طريقة الشعب جاء العراق في المرتبة 115 بين 167 دولة في مؤشر الصح العالمي ولم يتفوق فيه إلا على اليمن والسودان من دول منطقتنا وهذا يعكس أي هذا المؤشر يعكس واقع المواطن العراقي الذي أفرغ سوء الخدمة الصحية الحكومية جيوبه ومثله جشع المستشفيات الأهلية والعيادات الخاصة الخلل في المستشفيات الحكومية واضح تماما فهي لم تعد تستطيع استيعاب أعداد المرضى جراء النمو السكاني والأنكى من ذلك البطء القاتل في إنشاء المستشفيات الجديدة التي انقضى السنين على مواعيد إنجازها وهناك أيضا غياب العلاجات خاصة للأمراض المزمنة والسرطانية وعجز الحكومة عن ضبط الأسعار في الصيدليات الأهلية واستفحال التخادم غير الأخلاقي بين الكثير من منتسبي هذه المهنة لتحقيق أقصى الربح على حساب المواطنين وفي مرات سابقة أشرنا إلى محاولات بعض الجهات الاستئثار بالوزارة متجاهلين حاجات الناس الماسة فيما وصل العالم اليوم إلى قناعة بأن صحة الناس يجب أن لا تدخل في حسابات الربح والخسارة لكن المعايير عندنا مختلفة والمتنفذون معنيون بمصالحهم لا بصحة الناس وتبقى جوانب واقعنا الصحي غير صادمة لمن يعيش المعاناة اليومية لكن هل تحفز على منح الأولوية لصحة المواطن وتخصيص المبالغ الكافية لها؟ إلى صحيفة القدس العربي ونقرأ فيها مقالا بعنوان فلسطين شعارات العرب واقعية الغرب للكاتب حسين مجدوبي يقول الكاتب تكشف حرب الإبادة التي يشنها الكيان على الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة تكشف عن واقع مر وصارخ في التناقض بين غرب رسمي وواقعي في مواقفه والسياسة التي يطبقها وعالم عربي رسمي غارق في غالبيته في النفاق وعند كل محطة تاريخية خاصة الحروب يبرز التزام الغرب الرسمي بتعهداته تجاه إسرائيل وهو ما نعيشه في وقتنا الراهن بشكل جلي وبشع بعد طفان الأقصى يوم السابع من أكتوبر الماضي إن التناقض الصارخ يتجلى في كيف يعمل الغرب من دون ضجيج الشعارات لا يتحدث عن تاريخ مشترك ولا عن لغة مشتركة ولا تقاليد عريقة بل اتخذ موقفا واضحا وهو دعم إسرائيل بينما الأنظمة العربية أنتجت حول الوحدة العربية والمصير المشترك بلاغات قد تفيد في تشييد جسر بين الكرة الأرضية والقمر لكن عند لحظة الشدة تتوارى غالبية هذه الأنظمة بل تصبح طابورا خامسا لصالح الكيان في اللغة العربية الفرق بين الغرب والعرب نقطة واحدة لكن في الواقع السياسي يتحول الفرق إلى سنوات ضوئية بين التزام الدفاع عن المواقف في حالة تأييد الغرب لإسرائيل والتملق واسترضاء الغرب بل حتى إسرائيل على حساب الفلسطينيين في حالة بعض الأنظمة العربية لا ننسى هذه المعادلة إسرائيل مشروع استعماري للغرب وهذا الأخير بدفاعه عن الكيان فهو يدافع عن الاستعمار مباشرة وعن حرب الإبادة وعن ضرب القانون الدولي بينما فلسطين قضية تحرير ومواجهة للاحتلال لكن غالبية الأنظمة العربية والكثير منها كان حتى الأمس القريب تحت الاستعمار لا يستطيع الانتقال من ترديد شعارات الوحدة والتحرر إلى أرض الواقع الآن إلى صحيفة الشرق الأوسط ونقرأ فيها مقالا بعنوان كفى أمريكا كفى للكاتب بكرة ويضة يقول ويضة كما أن إسرائيل ذهبت أبعد بكثير مما تصور كثيرون في جنون الحرب التي تشنها على مدنيي شعب قطاع غزة العزل من كل سلاح فإن أمريكا رئيس جو بايدن ذهبت بعيدا هي أيضا في غض النظر عن حمقات بن يمين نتنياهو وحكومة العدوان الظالم التي يرأسها ويجلس على كراسيها ساسة متطرفون أن يقف سيد البيت الأبيض جمهوريا كان أم ديمقراطيا إلى جانب الحليفة الإسرائيلي أمر ليس جديدا بل متوقع ويفترض أن لا يثير أي استغراب سجلات وقائع كل أزمات إقليم الشرق الأوسط الكبرى تثبت أن إسرائيل ليست مجرد حليف للولايات المتحدة قدرى ما أنها تشكل قاعدتها الأساسية التي وحدها تحظى بثقة لا تخضع لشروط أو قيود ولن تمنحها أي إدارة أمريكية لأي من حلفائها بأي مكان في العالم نتابع المزيد يستنتج مما سبق أن بوسعي سيد البيت الأبيض عندما يريد ممارسة الضغط على حكام إسرائيل بغرض وضع حد لأي تماد في عناد يمس مصلحة الولايات المتحدة ويؤثر على صدقية علاقاتها مع باقي حلفائها في المنطقة ومن دون أن يعني ذلك التخلي عن منهج الدعم الأمريكي الثابت لبقاء إسرائيل ترسانة السلاح الأقوى بين دول الإقليم ككل إذن مدام أن هذا هو الحال يجوز طرح السؤال التالي ما الذي يمنع إدارة جو بايدن بل الرئيس شخصيا من اتخاذ موقف أشد حزما مع حمقي نتنياهو الذي تجاوز كل حد معقول ألا يكفي الرئيس الديمقراطي الصكة الانتخابية الصريح إذ يعلن أنه صهيوني أمام الملأ أجمعين كي يحدق في وجه آلة الحرب الإسرائيلية بعين حمراء قائلا إن كفى تعني كفى نعم يستطيع ولو شاء ولو أن الوازع الإنساني عنده تقدم على ما عداه الآن نتابع وإياكم فقرة الكاريكاتير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم وبلدهم يطفو على بحر من الأفضل تصارع أكفهم قسوة الحياة هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيدة ويبذلون المهاجة ويعيدون الحياة لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن فنحن صوتكم الآن إلى ما اخترنا لكم من أخبار متنوعة تعرف على أفضل نظام غذائي لمحاربة السكري أكدت دراسة جديدة أن النظام الغذائي النباتي الذي يقوم على الحد من اللحوم الحمراء والإكثار من تناول الحبوب الكاملة والبقوليات ومجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات الملونة هو الأفضل في التصدي لمرض السكري من النوع الثاني وفي خفض محيط الخسر وتقليل الالتهابات بالجسم ووفقا لشبكة CNN الأمريكية فقد قامت الدراسة بتحليل النظام الغذائي لأكثر من 113 ألف شخص مسجل في قاعدة بيانات البنك الحيوي في المملكة المتحدة والتي تتضمن المعلومات الوراثية والصحية لما يزيد على نصف مليون بريطاني وصنف الباحثون المشاركين أو صنف الباحثون المشاركين إلى أربع فئات بناء على تناولهم الفواكه الطازجة والخضروات والحبوب الكاملة ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين اتبعوا نظاما غذائيا نباتيا منخفضا في اللحوم والحلوة والحبوب المكررة والمشروبات السكرية ومرتفعا في الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات الطازجة انخفض لديهم خطر الإصابة بمرض السكر بالنسبة 24% كما أكدت الدراسة أن أولئك الأشخاص الذين تناولوا نظاما غذائيا نباتيا صحيا كان لديهم أيضا انخفاض في مؤشر كتلة الجسم ومحيط الخصر وكذلك في مستويات الالتهابات في الجسم عام الآن نتابع وإياكم فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف ترجمة نانسي قنقر حتى المية معاناة يعني بصعوبة لما بتجينا وبعبيلهم مية لأطفال هدول شوف منظر الغرفة كيف يعني كل إشي صعب عنا صعب كتير يعني لو كل حاجة موفرة عنا والله منضلنا قاعدين مش مشكلة الخامة خامة بنقعد بس لا أكل ولا مية ولا غزلة الرضع على الأقلية بس اللي بيرضع يعني هدول توأم إزام هم هدول ينحرموا كل إشي ترجمة نانسي قنقر احنا طلعنا من الكرامة كانت اللي امها لسه حامل وفي آخر شهرها يعني وطلعنا من الكرامة نروحنا على النصر ومن النصر إجينا هان على خانونس عسبة يعني ثلت في خانونس هان وولدناها الحمد لله بالهلال ومن الهلال علمك يعني من خانونس صاروا يحكوا أنه النزوح على رفح وجينا للخيام هان يعني هدي مولودة لسا عجدي يعني ولدت في حرب وفي جافة وفي كل شيء يعني محرومين من كل شيء هان في غزة يعني في رفح عنا شابتش الدنيا من المرة أصلا عمري ما توقعت إنه أولد فيهيك وضع أو حط بنت في خيمة زي هيك في عزي السجع والترج والسقيح وفيش فعنا فرصة إنه نربيه وفيش حتى الأغراض اللي موجودة هان غالية والوضع كله غالي وبتاخد سماعي ترداش تردع يعني طبيعي موسيقى موسيقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر